وَاجْعَ الْمَسْكَنَ خُرُوجٍ مِنْ ظُلَمٍ لِلنُّورِ وَكْفِعَ كُلَّ مَنْ ظَلَمٍ وشيخنا الشيخ محمد المتقام بكة على ما خصني به في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة أنا قدمت هنا إلى طوبة بنية الصلة مصداقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البري أن يصل الرجل أهل ودي أبيه كذلك قدمت لتجديد العهود التي بيننا مع أهل طوبة ونقلت كذلك تحية وسلام جماعة الحاجيين في غامبيا وفي موريتانيا وخاصة في المبروك أيضاً أرض العلمي والكرمي والإباء نقلت ذلك للشيخ والتمست منه الدعاء الصالح بزاه الله خيراً فيما يخص سؤالكم عن فحول الزيارة كذلك قدمت له هدية متواضعة ثم بعد ذلك ألقيت عليه قصيدة سألقيها عليكم الآن إلى أسرة الشيخ الخديمي ذوي المجدي قدمت لتجديد المحبة والعهد إلى أسرة الشيخ الخديم ذوي المجدي قدمت لتجديد المحبة والعهد عهود على تقوى الإله تأسست قد أسسها الشيخ الخديم مع الجدي محمد من ينمى لما يشك من سمى بهمته عن وصل هند وعند عديد فاز بوصل الشيخ أحمد من سمى بخدمة خير الخلق عن كل ما ندي فكان المريد الصادق اسما لجدنا به الشيخ قد سماه للسبق والرشد وقد أورث الجد العلاقة نجله أبانا فدام العهد متصل العقد وإنا لحفظ العهد جئنا إليكم زيارة صدق مستقاة من الود وإنا لحفظ العهد جئنا إليكم زيارة صدق مستقاة من الود أتينا إليكم لالتماس دعائكم نواصلكم في الله رب الورى الفردي ونحمد مولانا على قرب عهدنا بكم ليس قرب العهد بالشيخ كالبعد أتينا إليكم لالتماس دعائكم نواصلكم في الله رب الورى الفردي ونحمد مولانا على قرب عهدنا بكم ليس قرب العهد بالشيخ كالبعد هو الخادم المهدي جميع مديحه لأحمد سر الكون واسطة العقد وقد شاهدت منه النصارى خوارقا عجائب لا تحصى بوصف ولا عدي ولي ينتناهى في العلو مقامه إلى رتبة تربو عن الوصف والحدي ولي ينتناهى في العلو مقامه إلى رتبة تربو عن الوصف والحدي قد اظهره ذو العرش رغم خصومه فعاد إلى الأوطان بالنصر والرفدي فأصبح ذاك اليوم عيدا وموسما لكل وفود الأرض وفدا على وفدي فأصبح ذاك اليوم عيدا وموسما لكل وفود الأرض وفدا على وفدي وعاش مع القرآن حفظا وخدمة وإن خديم الذكر مستوجب الحمد وأبناؤه نعم الخلائف إنهم على نهجه قد لازموا مهيع الجدي فذا منتقم بك الخليفة من سعاك آبائه سعيا لسبل الهدى يهدي بناها بآفاق البلاد مراكزا لنشر علوم الدين ميمونة القصد وشاد بيوتا للإله مآذنا بها يذكر اسم الله في الحر والبرد وأحيا عهود الشيخ في كل بلدة وواصل أحباب الخديم أخي الزهدي أشياخنا هذه زيارة ممسك بعهدكم لم يخف نقضا ولم يبدي وإن يكو طال العهد فالحال أنشدت مقالة ذي شعر ألذ من الشهدي فما ضرنا نأي الجسوم وقدنت قلوب طويناها على خالص الود عليكم سلام الله يا كعبة العلا ويا مورد الصادي ويا عبق الوردي ويا زينة الدنيا وبهجة حسنها ويا شمس نور العلم يا أنجم السعدي السلام عليكم ورحمة الله أشياخنا هذه زيارة ممسك بعهدكم لم يخف نقضا ولم يبدي وإن يكو طال العهد فالحال أنشدت مقالة ذي شعر ألذ من الشهدي فما ضرنا نأي الجسوم وقدنت قلوب طويناها على خالص الود عليكم سلام الله يا كعبة العلا ويا مورد الصادي ويا عبق الوردي ويا زينة الدنيا وبهجة حسنها ويا شمس نور العلم يا أنجم السعدي سبحان Experience الوسط간 نعم رحمة الله اشتركوا في القناة